الإعلام الهولندي ينوه بتبرع لاعب المنتخب المغربي بالدم لضحايا الزلزال نواهت الصحافة الهولندية بالخطوة التي أقدم عليها لاعب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم بعد توجههم صوب مركز تحاقن الدم بمدينة أكادير للتبرع بالدم لفائدة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة مساء الجمع الماضي وعنونت صحيفة فوتبول انترناسيونال الهولندية مقالنا بعنوان الدوليون المغاربة يستجيبون على الفور لدعوات التبرع بالدم مشيدة بهذه الخطوة من العناصر الوطنية في هذه الظروف وأشارت إلى أن رفاق ياسين بون لم يتردد في الاستجابة لهذا النداء الوطني موضحين روح التضامن لدى الشعب المغربي ونشرت الصحيفة صورا للاعب المنتخب الوطني المغربي الأول لكرة القدم وهم في مركز تحاقن الدم بعد قرار تأجيل مباراتهم أمام ليبيريا التي كانت مقررة مساء السبت بمدينة أكادير يشار إلى أن المباراة الويدية الثانية بين المنتخب الوطني المغربي الأولمبي أمام البرازيل المقررة بمدينة فاس مساء الاثنين مهددة بدورها بالتأجيل في انتظار قرار رسم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد البرازيلي ترجمة نانسي قنقر